البطالة في قطاع غزة التي بلغت نسبتها 43% تنتهك طفولة أبنائها فشاخت أعمارهم قبل أوانها الحرب الأخيرة التي تعرض لها القطاع من الاحتلال الإسرائيلي هدمت منازلهم ويتمت عدداً كبيراً منهم وشردتهم من مدارسهم فحالت بينهم وبين تحقيق حلمهم أسوةً بأقرانهم ولصعوبة الحياة اضطر عدد كبير من هؤلاء الأطفال للعمل على إعالة أسرهم الجهاز الإحصائي الفلسطيني قال إن عدد الأطفال العاملين في القطاع بلغ في الخمس سنوات الأخيرة 9700 طفل تتروح أعمارهم بين العاشرة والسبعة عشر عاماً من بينهم 2900 لم يبلغ الصن القانونية معدل ساعات العمل التي يقضيها الأطفال نحو 9 ساعات يومياً ليحصلوا في نهاية اليوم على ما يقدر بنحو دولار وخمسة وثمانين سنة أي ما يعادل 13 دولاراً أسبوعياً بعضهم يكسب قوت يومه من بيع الحلوة والبعض منهم يدفع بعربات لبيع الشاي والقهوة والوجبات الخفيفة أما حال الأهالي وفق ما قدرت الأمم المتحدة فإن ثمانين في المائة من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات وهذا ما ساهم في رفع بطالة القطاع خمسة في المائة خلال خمس سنوات وفاق ما من ضياع حقوق الطفل في غزة ما شجع جمعياتنا أن تبدأ مشروعاً يهدف إلى إقناع الأسر بأهمية إعادة أبنائها إلى المدارس تهاني الجهني العربية